بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلب التعليم الفني الصناعي الشعبة المعمرية تخصص بناء الصف الأول جدارات الصف الأول طبعاً نستكمل ما تكلمنا عنه وشرحناه في الحلقة الماضية عن أعمال البناء بالطوب على الطريقة الإنجليزية وقلنا أن أعمال البناء بالطوب على الطريقة الإنجليزية في عندي ثلاث مخرجات لابد أن أنت تعلمهم المخرج الأول هو الحوائط المستقيمة بأنواعها طبعاً تكلمنا أن قبل أن أبتدي في الحوائط المستقيمة بأنواعها تعرفنا على المصطلحات الأول عرفنا الطريقة الإنجليزية اللي هنشتغل عليها بعد كده تعرفنا على المصطلحات بأنواعها بعد كده تعرفنا على قواعد الأمن والسلامة ومهمات الأمن والسلامة اللي هي تتبع الوحدة تمام؟ لأن لأي أعمال لابد من تحضير مهمات الأمن والسلامة ويكون بصورة جيدة حفاظاً على سلامة الشخصية للعاملين طيب بعد كده ابتدينا نتعرف على العدد والأدوات وقلنا في اللقاء اللي احنا إن شاء الله بتبتدي اليوم هنستكمل باقي العدد والأدوات وهنوضح كده معنا تعالوا معنا كده نتكلم وصلنا عند ميزان الخيط تمام؟ وميزان الخيط عرفناه شباب قلنا هو ميزان من ضمن أسماء وميزان الشاغول هو بيقس لي الضبط المستوى الرأسي كويس جداً طيب ميزان الخيط زي ما قلنا كده معنا هنورهولك هي هو عبارة عن سقل معدني وبكرة خشبية لو على الصورة كده هيبان معاك قد البكرة الخشبية بيتخلالها فتحة بيمر الخيط تمام؟ وعند السلوة المعدن الأسفل أنا يهمني في الموضوع ده إن لازم قطر البكرة الخشبية يكون مساوي تماماً لقطر السقل ما ينفعش ليبقى ده أزيد من ده طيب هو بيزبط للمستوى الرأسي على أي ارتفاع أنا عايزه لإن أنا عندي إحنا عارفين الخيط آه ده رامد الخيط زي ما أنا عايز تمام كده يبقى ميزان الخيط من أدوات الضبط الرأسية اللي هي لا غينة عنها طيب بعد كده نبص كده للأدوات هنلاقي فيه عندي المسطرين تمام؟ طبعاً الأدوات دي المفروض إنه إن إحنا درسناها في وحدة العدد للأدوات فهيبقى إحنا حفظين مسميات الأدوات وتعريفها من خلال هذه الوحدة بعد كده فيه عندي المهزة فيه عندي الأصعة فيه عندي العربة اللي هي بنسميها البرويتة بقدر نقل بيها الخمات فيه عندي أداة التكحيل العراميس فيه عندي الشكوش البناوي أو الأدوم البناوي طيب هنخش كده خلصنا الأدوات وتعرفنا عليها هي دي الأدوات اللي هنحضرها عشان نبتدي نشتغل بيها طيب تجهيز الخمات ودي من الأشياء المهمة قوي إن أنا أعرف خماتي اللي هشتغل بيها أول خامة خامة الطوب الطوب اللي إحنا بنشتغل به في التدريب بالنسبة لك اللي هو الطوب الرملي بأبعاد طول 25 سنتي عرض 12 سنتي ارتفاع 6 سنتي طيب بعد كده فيه عندي خامة الرملي خامة الرملي إحنا كده دخلين في الموى النفسها اللي هي هتبني هشتغل بيها أبنى الطوب بعد الرم في الأسمنت بعد الأسمنت فيه عندي الجير فيه عندي في العمل أحياناً بيستخدم مونا أسمنتية جيرية يعني أنا بضيف من الجير على الأسمنت ودي بيبقى حالات نادرة معظم الأشياء بيكون مونا أسمنتية وبرضو بستخدم الجير في التدريب اللي هو إحنا بنستخدمه بنسبة 1 إلى 6 في التدريب بالنسبة لك داخل الورشة طيب نخش بقى لنسب حساب الخامات اللازمة ونسب الموى طيب لزوم المتر المكعب مباني هحتاج إيه بقى لو أنا دلوقتي هحسب للمتر مكعب مباني هحتاج طوب ربعمية وخمسين قالب جميل جداً يبقى أنا عرفت إن أنا لما هجأ كعب المباني بتاعتي هيبقى عندي المتر المكعب بيحتاج ربعمية وخمسين قالب طيب بعد كده الرمل ربع متر مكعب رمل تمام الأسمنت 75 كيلو جرام تمام طيب احنا بنحتاج إن احنا نوضح لك الجزئية دي ركز معايا كده احنا عندنا نسب المون مهمة جداً إن انت تبقى فاهمها البنة الحرة في بره وهو شغاله وما بيحسبش على المتر مكعب هو بيحسب حاجة اسمها الألف طوبة هو عارف بيلزمها نصف متر مكعب رمل ومية وخمسين كيلو جرام أسمنت طيب احنا بالنسبة لحساباتنا عشان احنا بنكعب الحائط يعني ايه بنكعب الحائط يعني معنى مكعب يعني معنى أن أنا عندي تلات أبعاد طول في عرض في ارتفاع أي تمرين هاشتغله أو أي حائط هاشتغله بضرب التلات أبعاد بس بشرط إن يكون الحائط سمكه أزيد من نصف قالب لأن النصف قالب هيبقى ليه حزبة تانية حزبة اسمها حزبة المسطحات إن شاء الله هنذكرها دلوقتي بعد ما نخلص المكعب هنبتدي نتكلم عن حساب المسطح طيب خلينا في المكعب قلنا إن أنا بحتاج رملة ربع متر مكعب ده الخاص بالإيه بالمتر مكعب طوب اللي هو ربعمائة وخمسين كيلو جرام أسمنت منتو بتبقى ربع متر مكعب رام زائد خمسة وسبعين كيلو جرام أسمنت بخلط الرملة مع الأسمنت تديني مونة تكفيني للربعمائة وخمسين قالب اللي هو متر مكعب طوب طيب نخش بقى بعد كده في مستلزمات المتر المسطح هنقول لزوم المتر المسطح مباني بحتاج إيه بقى إيه احتياجي طوب ستة وخمسين قالب يبقى أنا عندي الطوب بحتاج ستة وخمسين قالب طيب الرمش تلاتة من مية مكعب من الرمش تلاتة في المية تلاتة في المية من المتر المكعب كله تمام يعني تقريبا ملو شكارة فاضية إلا ربع شكارة إلا ربع لأن الشكارة بالزبط بتديني حوالي نسبة حوالي 4% متر مكعب الرمل كله يا شباب متر مكعب الرمل كله بيديني تقريبا حوالي 24 شكارة فاضية من شكار الورق لو أنا عبيتهم هيكعب لي ده بالنسبة لو أنا ما عنديش صندوق مكيال كيل إيه صندوق الكيل ده أنت خدته في الوحدة بتاعة العدد والأدوات عبارة عن صندوق خشبي مفرغ من أعلى ومن أسفل بنحطه على الأرض ارتفاعه واحد متر وعرضه واحد متر تمام وطوله واحد متر يبقى متر في متر في متر ومفرغ من أعلى ومفرغ من أسفل لو أنا عايزة كعب بام للصندوق ده الأخره وببتدى أرفع الصندوق يبقى كمية دي متر مكعب رمج جميل جدا طيب لو أنا عندي أنا شغال متر مسطح طيب عايزة أعرف هاخد قد إيه قلنا هناخد تلاتة في المية من المتر المكعب اللي هو حوالي شكارة إلا ربع ده بالنسبة للرمج طيب ده كده نسبتي بالنسبة للرمج لما نبص للأسمنت هيبقى عندي الأسمنت عشرة كيلو ونص كيلو جرام عشرة ونص كيلو جرام يبقى أنا بوزن حوالي عشرة ونص كيلو جرام بضعهم على التلاتة في المية الرمج بخلطهم بيدوني مونة كافية للستة وخمسين قالب تمام كده وده قلنا في حالة المتر المسطح اللي هي الحوائط سمك ونصف قالب فقط الحوائط الوحيدة اللي بيتم حسابها بالمسطحات هي الحوائط سمك ونصف قالب تمام جميل جدا طيب ندخل بقى في المخرج رقم واحد تنفيذ الحوائط المستقيمة طيب أول حاجة في التنفيذ لابد إن أنا أعمل حاجة اسمها قراءة الرسومات الأول بشوف الرسمة بتاعت التمرين عشان نبتدي ندخل على رسم التمرين ونشوف رسم التمرين معنا هو بيقول للبناء بقوله بيتطوب على الطريقة الإنجليزية الحوائط المستقيمة خلاص عرفنا ده عنوان الوحدة وعنوان المخرج المخرج بتاعي اللي هو الحوائط المستقيمة المخرج واحد تمام طيب هو الرسم هنا بيوضح لي بيوضح لي مدماج أول على الشماله هو تمام ومدماج ثاني ومسقط رأسي ومنظور طيب أنا يهمني هنا في الأول المدماج الأول والمدماج الثاني اللي أنا هشتغل بيهم لما خلص خالص هيظهر معايا الرأسي وهيظهر معايا المنظور طيب المدماج الأول هو بادئ بالنسبة لي بنص ومنتهي بنص في قالب طيب يهمني هنا الأطوال بتاعتي عشان أنا لما هشتغل يا شباب هبقى أنا على الرسم لابد أن أبقى فاهم ايه بعد التمرين بتاعي كطول وكسمك سمك اتفقنا أنه هو حقق مستقيم سمك نص في قالب طيب الطول بتاعه طالب مني خمس قوالب طالب مني خمس قوالب طيب لما نيجي نترجم الخمس قوالب لبعد بالسانتي تعالا معايا كده وهنترجمها على الايه على الأولب نفسها ايه نتكلم على الأوالب على وضع القالب قدامك واضحة هنجيب الأوالب قد الخمس أوالب ايه قد القالب الأول قد القالب التاني قد القالب التالت الرابع الخامس كده الخمس أوالب موجودين قدام مني بالزبط طيب جميل جدا ايه بيعود ايه البعد بتاعهم بالسانتي لما جا ترجم الاوالب عدد الاوالب دول للسانتي القالب طوله كام؟ خمسة وعشرين سانتي طيب يبقى أنا هضرب طول القالب اللي هو خمسة وعشرين سانتي في عدد الاوالب يديني اول بعد بالنسبة لي مضافا اليه عدد اللحمات يبقى خلينا نمشي خطوة خطوة كده في الحساب خمس اوالب في خمسة وعشرين سانتي بمية خمسة وعشرين سانتي جميل طيب هكتفي بكده لا انا عندي عدد لحمات عدد اللحمات دايما اقل من عدد الاوالب بواحد يعني انا لو عندي خمس اوالب يبقى انا عندي كام لحم سامع واحد بيقول لي يا مستر يبقى اربع لحمات برافو وقلنا اللحم قيمته كام سانتي يبقى اربعة في سانتي باربعة سانتي ومية تسعة وعشرين مية خمسة وعشرين يبقى انا عندي طول الحائط كله اللي هو خمس اوالب مية تسعة وعشرين سانتي الحساب بتاعه كده سهل نقرره بس ان عندي خمس اوالب في طول القالب خمسة وعشرين سانتي بمية خمسة وعشرين وعندي اربع لحمات وقلنا ليه اربع لحمات لان عدد اللحمات اقل من عدد الاوالب بواحد يبقى انا عندي كده مية خمسة وعشرين سانتي زائد اربع لحمات أربعة سانتي يبقى مية تسعة وعشرين الكلام ده هنحتاج ولما نبتدي نشتغل التمرين ونعرفك ليه احنا بنحول الاوالب لابعاد ده من ضمن في قراءة الرسومات يبقى انت كده لما نبص كده للشغل بتاعنا خلاص احنا عملنا قراءة الرسومات وعرفنا ان الخمس اوالب 129 سنتي تمام طيب نبتدي بقى نكمل ندخل على اولا تمرين رقم واحد التمرين العنوان بتاعه تنفيذ حائط مستقيم اول حاجة هو بيعرف لي السمك سمك نصف قالب جميل جدا طيب بقى يعرفني بعد كده بقى الطول وبطول خمس قوالب وبارتفاع خمس مداميك تمام احنا لو عرفناه بقى بالسنتي هلقول سمك نصف قالب يعني 12 سنتي وبطول خمس قوالب يعني 129 سنتي طيب وبارتفاع خمس مداميك لو فاكرين لما عرفنا في المصطلحات قلنا المدماج الواحد سمكه 7 سنتي ليه لانه سمك القالب مضافا اليه سمك طبق دمونة التي اسفله طيب ليه احنا قلنا بنعرف المدماج ب7 سنتي عشان لو انا عندي عدد من المدماج هاضربها في الايه في السبعة هتدين ارتفاع المدماج كلها يبقى خمس مدماج في سبعة بخمسة وثلاثين سنتي طيب هنقول بعد كده الخطوة اللي بعدها تهيئة مكان العمل وتجهيز العدد والخامات اللازمة لتنفيذ التمرين من الطبيعي ان انا لازم اهيئ مكان العمل عشان ليه بهيئ مكان العمل عشان احضر العدد والادوات وعندي الخامات اللازمة لتنفيذ التمرين طيب هنوضح كده الخطوة بتاعة بداية التمرين وهنقول وضع القدة في موقع العمل مكان بالضبط اللي انا عايز ابني فيه الجدار مع التثبيت اسبت الاد عشان ما تحركش معايا حط عليها مثلا قالب من اليمين وقالب من الشمال يعني بحس الغرض منه التثبيت بس ووضع خط مستقيم علم علام او خيط ضبط الشد في موقع العمل كل ده الغرض منه ان انا حدد مكان التمرين واحنا ان شاء الله في جزئية بتاعة التنفيذ في الفيديو ان شاء الله هنوضح لك الكلام ده بالتفصيل طيب بعد كده عندي البدء في عمل المدماك الاول من جهة واحدة وجهة التمرين يعني انا بشتغل من على وجهة التمرين ممكن اشتغل بالتتابع ده بنسميه من جهة واحدة يعني بالتتابع وممكن لو انا قدرت ان انا حدد البعد مظبوط هنوضح لك برضو اسناء خطوات التنفيذ ممكن اشتغل من الاول والاخر اروس يمين وشمال بس بشرط ان انا يكون معايا المتر وقايس مظبوط عشان ما يحصلش خلل عندي في اللحمات طيب بعد كده يتم بناء المدماك الثاني بعمل الترويسة في بداية المدماك الثاني ثم نضع الخيط البناوي بين الترويستين تمام طيب خلينا كده نبص على الشكل بتاعي كاوالب الطوب ادي انا عندي المدماك الاول لو تخيلت ان المدماك الاول انا خلصته ادي الاولب بتاعتي بالتتابع وخلصت طيب عايز اشتغل فوق بعمل ايه? انا عندي طالما انا عندي المدماك الاول بالنسبالي قوالب سليمة في الحاقت صمك نص طوبة بجب نصف قالب وبضع النصف قالب كده تمام طيب دي الترويسة الاولى يبقى انا عندي لسه في ترويسة تانية بجيب النصف قالب بالنسبالي ده كده وبضعه في الترويسة اليمين يبقى انا عندي من النيحية اليمين ومن نحية اليسار نحية الشمال ترويسة ومن نحية اليمين ترويسة تمام? وبجيب الادة الادة والميزان قدي الادة بالنسبة له ايه? تمام? وبجيب الميزان بتاعي وبوزن الافقي تمام? كده الموضوع سهل وبسيط يا رجالة الموضوع كده سهل وبسيط جدا الغرض إيه؟ الغرض إن ما ينفعش عندي ترويسة أعلى من ترويسة مع ملاحظة إن اللحام بتاعي اللي هو اللحام الأفقي هيكون سانتي ما يزيتش ولا إقل يبقى أنا لو في عندي خلل ببتدأ أزبط نفسي وأشوف في أماكن مرتفعة ببتدأ أوطنها بالمصطرين وأضغط عليها في المكان اللي هو في ارتفاع في حالة إنه هو ما يكونش أقل من السانتي أزيد فأنا بضغط عليه ماشي أقل برفع الترويسة وببتدأ أزود تاني تمام كده؟ كده أنا أزبطت خلاص الترويستين ببتدأ أشيل الإدة والميزان بتوعي وأبتدأ بقى أحضر دليل الخيط اللي إحنا تكلمنا عنه بركب دليل الخيط أدي الخيط أهو وأدي الدليل وبركبه من على النصية وببتدأ أشد النحية تانية طبعا الدليل وقعي هو بيركب على الآلب نفسه يعني هو حجمه مناسب لحجم الآلب طبعا إحنا هنا بالنسبة لنا إحنا جايبين نمازج صغيرة لشكل ستاندر الآلب اللي هو ده اللي إحنا شغالين منه بحيث إن إحنا بس نقدر إن إحنا نشرح لك عليه بحيث إن إنت تفهم إزاي هترس الأوالب بتاعتك طيب كده إحنا فهمنا يعني إيه الترويسة في اليمين وفي الشمال ويعني إيه إن أنا أبتدأ أزبطها باستخدام الإدة والميزان وأبتدأ أركب دليل خيط كلام ده برضو إن شاء الله هيوضح معنا أكتر أثناء عرض الفيديو بتاع التنفيذ بحيث إن أنت تبقى فاهم معي طيب تعالا معي كده نكمل بقى الخطوات بيقول لي يتم بناء المدميك الثالث والرابع وتكون هذه المدميك بنفس خطوات بناء المدميك السابقة مع تفريغ اللحبات يعني أنا لما هبتدي أنا اتبعت خطوات في المدميك الأول واتبعت خطوات في المدميك الثاني بركب بترويس أيمين وترويس أشمال وببتدي بأزبط ما بينهم بإدة ومزان مية يبقى أنا لازم كل المدميك الأخرى نفس الأداء بالضبط يعني التالد وركبت الرابع نفس الضبط وهكذا طيب بعد كده طبعا قلنا بنفرغ اللحبات بتاعتنا عشان تفريغ اللحبات ضروري جدا الخطوة اللي بعدها قلنا فيه أشياء لابد أن أنا هرعيها بحيث أن الحواق المستقيمة في عندي تكون المدميك الفردية متشابهة من جميع النواحي من ناحية العرميس الرأسية تكون فوق بعضها في المدميك الفردية يعني إيه فردية رجالة؟ يعني أنا واحد زي ثلاثة زي خمسة هبص كده في الصورة هلاقي إحنا مرقمين عندك المدميك الأول زي وزي المدميك الثالث زي وزي المدميك الخامس تمام؟ دي بنسميها مدميك إيه فردية طيب هندخل كده نلاقي فيه بقى عندي مدميك زوجية اللي هي اتنين واربعة وستة هو بيقول لي تكون المدميك الزوجية متشابهة من جميع النواحي يعني نفس الشكل بالزبط مسافات الطاية كلها واحد اللي هي المسافة ما بين العرموس الرأسي والعرموس الآخر اللي هو التالي له في المدميك التالي أقرب لحامين رأسيين بنسميه المسافة الأفقية اللي هي أقرب لحامين رأسيين بنسميها مسافة الطاية المسافة دي في الحائط ده هنا عندك سمك نصف قالب هي 12 سنتي لابد إن هي تبقى موحدة في جميع اللحمات هي بتشوفها دايما في خط اللحم المرقت طيب يبقى أنا عندي دي المدميك الزوجية يبقى أنا عندي فيه مدميك فردية واحد وتلاتة خلاص وخمسة وسبعة وهكذا عندي دي مدميك اللي قدامي مدميك زوجية اتنين واربعة وستة وتمانية وهكذا تمام طيب هنكمل بعد كده وهنبتدي نقول مراعاة أن تكون مساحة اللحمات الرأسية اللي هي العرموس بين القالب والقالب المجاور له واحد سنتي أو مقدار صب أصبع يعني أنا ممكن أنا مش هجيب مش هجيب مصطرة وقيس مسافة اللحم اللي هو ما بين القالب والقالب اللي هو زي ما اتفقنا قولنا ده أنا عندي كده ما بين القالب والقالب فيه لحام أنا مش هجيب مصطرة وقيسه طيب افرد أن أنا عايزة إيسه تقريبا تقريبيا بيكون مسافة تخانة الصبع تمام كده لازم اللحمات الرأسية دي اللي هي بنسميها لحم العرموس لابد أن كلها تبقى لحمات بمقاس واحد منضبطة مفيش لحام أقل من سنتي ولحام أزيد من سنتي ده يعمل لي خلل في شكل الجدار ويبقى ده كده البناء مش مزبوط طيب تعالوا معنا كده نشوف باقي الخطوات عشان نشوف التنفيذ بتاعنا رابعا اللحمات الأفقية ويستخدم في هذا النوع في اللحمات الأفقية المرقد سيخ تسوية المونة بسمك واحد سنتي بين كل مدمك وآخر تمام كده يعني ايه الكلام دوت انتبه معايا المفروض أن أنا عندي لحم المرقد اللي هو اللحم الأفقي اللحم الأفقي اللي هو الحام المرقد سمكه واحد سنتي عشان أقدر أزبوطه كويس جدا في عندي سيخ سيخ حديدي بيكون القطاع بتاعه سنتي في سنتي وبالطول اللي أنا عايزه يعني بيتراوح ما بين متر ومتر ونص عشان أقدر أن أنا على المدمك نفسه بيبقى سيخين سيخ على الوجه وسيخ في الضهر تمام أقدر أن أنا أساوي ما بينهم وابتدى نقله حسب طول الجدار يعني إيه في الجدار عندي طويل جدا يبقى أنا عندي أنا شغال بطول الأسياخ بنقل الأسياخ وساوي المونة بالمصطرين تمام وتأكد أن هما تم تسوياتهم ما بين السيخين بالزبط اللي هو تخانته سنتي تمام بحيث أن السيخ هيدين انضباط للحام المرقت وده بنسميه البناء باستخدام الأسياخ عرفنا أن السيخ سنتي في سنتي طوله ممكن من متر المتر ونص المهم إن أنا بنقلهم حسب طول الأسياخ طيب عندي ترتيب الموقع بعد الانتهاء من بناء الحائط مع تفريغ اللحمات اللي هي بتسميه تكحيل اللحمات بمصمار تفريغ اللحمات تمام طيب يبقى أنا لما بخلص خالص لازم بعد الانتهاء لازم أفرغ اللحمات بتاعته تفريغ اللحمات ده ضروري جداً لأسباب مهمة إنه هو أولاً بيديني تماسك بيديني تماسك لعملية البطانة بعد كده في مرحلة إذا كان البناء في مرحلة البطانة بعدها هو بيعمل عملية تماسك مع مرحلة البطانة يبقى أنا بجاهز بفرغ بحيث ما يبقاش اللحمات في زوائد تمام الأداة اسمها أداة تكحيل اللحمات الأداة اللي أنا بفرغ بيها اسمها أداة تكحيل اللحمات زي قد نبتدي منظر جمالي بالنسبة لشكل الجدار يعني الجدار كده بيبقى شكله جميل لما بفرغ لأن أنا لو ما فرغتش ممكن يكون في زوائد عندي في اللحمات فبتدي منظر مش كويس جداً يبقى أنا عندي بهدف منه إنه هو بيديني متانة في نفس الوقت بيديني منظر جمالي للجدار طيب بعد كده عندي فيه ترتيب آخر حاجة عندي ترتيب العدد المستخدمة وتخزينها في الدولاب الخاص بها ورص قوالب الطوب المتبقية في المكان المخصص لذلك يبقى أنا عندي لازم أرتب العدد والأدوات ونظفها أنظف العدد وخزينها تخزين جيد تمام؟ طيب هندخل بقى لعملية التنفيذ تعالوا معنا كده نبص لعملية التنفيذ ونشوف هننفذ ازاي العمل من خلال الفيديو هنعرض دلوقت الفيديو وهنشوف كده خطوات سر العمل بالنسبة لتنفيذ حائط مستقيم صنخ نصف قالب تمام؟ نبدأ كده الفيديو وبتده تشاهده طيب تمام؟ نبدأ الفيديو هنبتدين أول خطوة الأول بنشوف عملية فرد المونة قبل قبل دي مقدمة قبل التمرين نفسه قبل ما ندخل في التمرين طبعا أنت لسه في سنة أولى فلازم أن تفهم المونة اللي قدامك وهو وضع عليها القالب دي دي مفروضة باستخدام الأسياخ أو هيكل بلاستيكي بيديني سنك صنطي الهيكل البلاستيكي ده بيديني شكل الصنطي سنك الصنطي ده الأهم عندي أن يكون مستقيم ومن الجانب بيديني الحامل عرموس على القالب يعني بص بص نفس الحكاية بيجي يديني الحامل عرموس برضو في هيكل بلاستيكي في سنك صنطي لا يزيد عن الصنطي ودي نقطة مهمة جدا هو في الآخر خالص بينظف الهيكل بتاعه اللي هو بديل للأسياخ يعني هي نفس فكرة الأسياخ اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي برضو صنطي في صنطي أيا كان بقى طولها أن يهمني الصنك أهم حاجة فرد المونة الصنك طب هندخل كده في التمرين بتاعنا وهنبتدي نتكلم قلنا هنا أن احنا لازم أحدد مقاس التمرين على الأرضية نفسها بتاعة العمل موقع العمل قلنا مقاس التمرين هو بيحدده لهو بيقول لي طوله 129 صنطي وعرضه صنك الحائط اللي هو 12 صنطي بنعلم الكلام ده بتبشير ويبقى موجود على موقع العمل لأنه هنبتدي نشتغل في نفس المقاسات اللي أنا عايزها طبعا بحضر هو بيبينه هو بيقول لي أنا كده حضرت المونة بتاعتي اللي هي داخل البرويتة تمام وحضرت الطوب على اليسار المونة على يمين والطوب على اليسار خلاص أنا مش محتاج للقياس بالمتر است كويس علمت كويس ببتدأ أوضع المونة بسمك واحد صنطي ده الحام المرقد يا شباب اللي احنا تكلمنا عليه في أثناء تعريف المصطلحات قلنا سمكه واحد صنطي وبيكون أفغي كده ابتدى يرصلي الآلب الترويسة ويوزنها من العرض أفقيا كويس جدا جميل جدا طيب أنا عندي قلبين ترويسة حطي الآلب التاني وضع الآلب التاني وهو راعي ان احنا وزبطين المقاس بالزبط عشان ما يحصلش خلل عندي في المنتصف ووزن الآلب التاني برضو فاضل ان انا نوزن ما بين الآلبين يعني انا عندي ما بين الآلبين لابد ان انا نوزن بقولنا اتفقنا زي ما انا شرحت من شوية بجيب الادة وبجيب ميزان المية وبابتدى حرك الادة وميزان المية ما بين اربط ما بين الافقي بتاع القلب الترويسة الاول وقلب الترويسة التاني لقيتهم مزبوطين تمام خلاص كده بابتدى ايه اشيلهم وبابتدى بشد الخيط بتاعي باستخدام دليل الخيط وبابتدى اركب ابتدى اركب ايه الاوالب الداخلية انا متأكد ان كده ان الترويسة بتاعتي يمين ويسار مزبوطين مع بعض طيب وانا بركب الاولب الداخلية براعي ان اللحام بتاعي بيكون امتو قد ايه او او اوضحها لكو صنطي بالزبط لحام الرأسي اللي هو لحام العرموس كده احنا ايه مركزين مع بعضه او بيوضح لي بيقول اللحامات بتاعتي كلها صنطي تمام كده طيب قبل ما اشتغل في المدمج التاني لازم املى اللحامات العرموس دي بجيب سمك المونة طبعا باستخدام المصارين او بطريقة الفرد اللي احنا شفناها في اول الفيديو ان انا بضع اللحام على القالب نفسه قبل التركيب معايا دي ومعايا دي بس لازم اراعي ان انا اهم للحامات كلها يعني طبعا هو دلوقتي بيبتدي يعمل ايه بيملالي كل اللحامات اللي هي الرأسية بحيث انا عندي اللحام لازم يبقى مقفول لان انا هبني فوق منه الماكت تاني ما ينفعش اننا اللحام يبقى منفرغ اسفل منه مش هعرف املاه تاني وده يعمل خلل في الجدار كده خلاص كده اصبح ملالي اللحامات اللي هي زي ما اتفقنا انه هم لو انا عندي خمس اوالب هيكون كام لحام اربعة برافو يبقى انا عندي كده اللحامات كلها اتمالت طيب اول اجراء في المدمج التاني ببتدي زي ما قلنا على السيخ بفرد لحام المرقد اللي هو بسمك واحد سنتي هو وضح له الفيديو باين فرد لي الحام المرقد كده جاهز لاستقبال الترويسة الترويسة هنا ايه بقى مش هتكون قالب عشان الربط هكون نصف قالب او المدمج التاني عشان اوجد مسافة الطاية ده الكلام اللي احنا شرحناه في موضوع مسافة الطاية عشان يحصل ربط لابد ان انا ايه هبتدي المدمج التاني بنصف قالب طيب ركبت النصف قالب في الترويسة زيه الترويسة التانية بيكون زيه بالزبط كده انا روست يمين وشمال هجيب ايه او اسامع واحد بيقول لي هنجيب الادة والميزان برافو جميل جدا انت كده يعني الناس مركزة معايا كده جبنا الادة والميزان المية ووزننا افقي ما بين الترويستين تمام كده جميل يبقى اصبح ان انا قدرت ان انا اصبط الترويسة اليمين مع الشمال بنفس الطريقة في المدمج الاول خلاص شلت الادة والميزان ممكن احط دليل الخيط واشد الخيط بتاعي وهبتدي ارس اوالب انا عندي الراس ااخد بالي ان اللحام يكون صانتي ما يزيتش عن صانتي يعني بص هنا اللحام زبط نفسه بحيث انه هو لو زيادة بازبط واقيس وقلنا لو انا واقيس يأما بالعين المجردة انا حفظت الصانتي يأما بالصباع من برا يبقى انا كده عارف ان مسافة الصانتي مسافة الصباع طيب كده انا بابتدي ارس القوالب بتاعتي الداخلية تابعا لدليل الخيط اللي انا شده على اساس ان الترويستين مزبوطين وفقيا انا ماشي معاهم بالزبط تمام طيب كده خلصت المدماج الثاني ما فيش مانع ان انا اجيب ميزان المياه الرأسي زي ما شرحنا وابتدأ تأكد ان الرأسي بتاعي كويس مزبوط هتقول لي يا استاذ ما احنا تقولنا ميزان اللي بيزبط رأسي وميزان الخيط اقول لك لا في الارتفاعات في الارتفاعات بزبط بميزان الخيط لكن لو انا عندي صف مدماج او اتنين او تلاتة ميزان الخيط مش هيقدر يجيب لي المسافة الصغيرة دي يبقى انا بستبدل عنه بميزان المياه في الصفوف الاولى اللي هي من واحد لتلاتة مثلا تمام طيب هنبني المدماج التالت لا في واحد بيقول لي يا مستر لا احنا تعلمنا ان احنا لازم املى العراميس بتاعتي املىها مونة او دلوقتي بيعمل لي عملية ايه ملء العراميس بحيث ان يبقى العراميس بتاعتي كلها مليانة بصمك واحد سنتي تمام او بيتأكد الكلام ده قلنا يا اما بالمصارين ببتدى ماشي المصارين من اعلى يا اما زي ما شفنا في اول الفيديو فارد المونة بفرد اللحام بتاعي على القالب معايا دي ومعايا دي كده اصبح ان انا خلصت المدماج الثاني انتهى المدماج الثاني افلت العراميس الرأسية طيب عايز ابني التالت لابد ان انا ابتدى ادور على السخين بتاعي وابتدى افرد المونة بتاعتي طبقة المونة اللي هي والحام المرقد قبل اي مدماج يا رجالة لازم نحام المرقد هو هنا بيوضح لي ان المدماج التالت هيجي اوالب بدون بدون نص في الاول ونص في الاخر اللي هو زي الاول اوالب سليمة تمام كده هو ركبه بالحام المرقد اللي اسفله على طول يبقى احنا دايما نقولنا لما هنيجي نكمل التالت والرابع والخامس هنقول بنفس طريقة الضبط السابقة طيب الرابع هيكون ايه يا رجالة واحد بيقول لي زي التاني سامع واحد كده بيقول لي زي التاني يا مستر طب جميل جدا فعلا الرابع بالحام المرقد بتاعه جبناه زي التاني بالزبط انا يهمني هنا عملية التماثل اللي هي هنا بقى معايا برضو المدميك اللي هي لسه لغاية معايا مثلا لغاية الرابع خلاص بعد اما هبتدي اوصل للسادس هبتدي اشتغل بميزان الخيط هبتدي اشتغل بميزان الخيط كده انا وصلت للمدماج الرابع وبنقول ان بداية من التالت بنقول بنفس طريقة الضبط السابق ذكرها يعني احنا مش هنوعد بقى اين قررلك انه في كل مئة لا انت خلاص حفصت انت ما شاء الله طيب هو كده بنالي المدماج الخامس بالحمل مرقد اللي هو مشابه ليه الخامس الاول والتالت مشابه للأول وايه والتالت كده وصلنا الاخر مدماج السادس اللي هو مشابه ليه للتاني والرابع والسادس تمام كده هبتدي اجيب بقى ميزان الخيط لانه هو ده هيديني مسافات الرأسية ضبط الرأسي في المسافات الطويلة يعني انا عندي ارتفاعات خلاص ماينفعش بقى ازبط بميزان الرأسي بتاع المايا خلاص وظيفته انتهت لغاية كده هبتدي ميزان الخيط بحط البكرة الخشبية من اعلى وانزل السخل بتأني طيب انا خلصت كده الضبط وخلصت التمرين بيبتدي هو يوريني المقاس اللي انا كنت شغال عليه مقاساتي اللي هي الطول 129 سنتي تمام طيب سمك الجدار كم سنتي 12 سنتي اللي هو برافو اللي هو النصف قالب نصف قالب بيكون 12 سنتي اللي ارتفاع بتاعي 6 مدميك طيب 6 في 7 هيكون كام ب42 سنتي يبقى انا بالنسبة لي لو انا هشتغل انا دلوقتي لو قلنا 5 مدميك هيكون 35 سنتي تمام طيب 6 مدميك هيكون 42 سنتي 10 مدميك هيكون 70 سنتي لان اتفقنا ان احنا بنضرب عدد المدميك في قيمة المدميك الواحد اللي هو 7 سنتي وكده اصبح ان عندي التمرين بارتفاع 6 مدميك بطول 129 سنتي بعرض سمك التمرين 12 سنتي كده انتهى بالنسبة لي ونبتدي ان احنا نخش في الايه في التمرين التاني تمام يعني انا يهمني قبل ما ندخل في التمرين التاني ان احنا بس ننوه على اني انا انت بالنسبة لك اهم حاجة في المدميك الاول بازبط المقاس بتاعي كويس قبل ما اشتغل واعلمه على على الارض بمقاس ابعات بالسنتي بحيث ان انا بتبقى مزبوطة طبعا بشريط القياس اللي هو البيت بحيث ان انا ما احصلش عندي خلل في اللحمات من الداخل لان انا لو زودت في المقاس هيبقى عندي خلل في اللحمات هتكبر لو انا نقص في المقاس هيبقى عندي خلل قوالب من الطوب مش هعرف اركبها يبقى انا لازم ادقة قوي في الحالة ان انا مش هقدر ان انا ازبط ابعادي بقى اشتغل في المدماك الاول بالتتابع بس الافضل ان انا بقيس بالمتر وازبط ابعادي عشان اتعلم دايما ان انا عندي فيه جدار باطوال يبقى لابد ان انا اخ انتبه للنقطة دي طيب هنروح للتمرين التاني وهنقول التمرين بيقول لي تنفيذ حائط مستقيم بطول خمس قوالب يعني خمس قوالب يعني كام مية تسعة وعشرين سنتي طيب وسمك قالب يعني كام سنتي خمسة وعشرين سنتي تمام وبارتفاع ست مدميك اتنين واربعين سنتي مطابقا للرسم الموضح طيب نروح للرسم كده اللي هي قراءة الرسمات قلنا قراءة الرسمات بيوضح لك المدميك الاول والمدميك الثاني طيب المدميك الاول احنا شايفين القوالب بطولها باتجاه الوجهة اللي هو باتجاه طول الحق يبقى دي قوالب ايه قوالب شنويات طيب المدميك الثاني شايفين الاوالب بعرضها اللي هي قوالب الاديات مع مراعاة الوضع اقنيزر طيب انا يهمني ان انا عرفت المدماك الاول شكله ايه والمدماك الثاني شكله ايه من خلال طراءة الرسم المطلوب تنفيذه طيب وارتفاع الجدار نفسه او التمرين ارتفاعه 6 مداميك يعني قلنا 42 سنتي طيب ندخل في عملية التنفيذ اول حاجة في التنفيذ رجالة يا شباب زي ما اتفقنا بنقول تهيئة مكان العمل وتجهيز العدد والخامات اللازمة لتنفيذ التمرين تمام طيب بعد كده وضع القدة في بوقع العمل زي ما اتفقنا وقلنا بنسبتها بقالبين لو انا هشتغل على الادة بس لو انا هعلم على الارض يبقى بعلم بالمتر بمقاس التمرين بالزبط طيب البد في عمل المدماك الاول وعمل العلام لقياس طول التمرين يبقى انا بقيس طول التمرين بالمتر جيدا ثم تركيب الترويسة من الجهتين والضبط بينهما افقيا بميزان المياه والقدة طيب يتم بناء المدماك كده خلصنا المدماك الاول دخلنا يتم بناء المدماك الثاني بعمل الترويسة من الجهتين والضبط بالقدة والميزان ثم نضع الخيط البناوي بين الترويستين الكلام اللي احنا قلناه من شوية ونبهنا عليه ما ينفعش ان انا اشتغل بدون ما اصبط ما بين الترويسة الاولى والترويسة التانية وحط ميزان المياه على الادة والادة محطوطة على الترويستين كلام اللي احنا ذكرناه برضو قبل كده الكلام ده ضروري جدا لان انا ليه بأكد على الكلام ده لان فيه بعض الطلبة لما بيشتغل بيشتغل بسرعة فبينسى حتة ان فيه حاجة اسمها ضبط وفيه دقة في الضبط يبقى انا ما ينفعش ان انا اركب الاوالي بالداخلية ما بين الترويستين الا لما اصبط الترويسة الاولى والترويسة التانية باستخدام الادة وميزان المياه طيب هندخل تعالوا معنا كده بعد كده يتم بناء المدميك الاخرى مع الضبط رأسيا بميزان الخيط يبقى انا هبني المدميك الاخرى اللي هي المدميك الاخرى ايه احنا قلنا شرحنا المدميك الاول وشرحنا المدميك الثاني نفس الموضوع في الضبط بيتكرر معايا في المدميك التالت والرابع والخامس والسادس واكذا بس براعي بقى ان انا لما بعلا في المدميك بستخدم ايه ميزان الخيط عشان ازبط ايه رأسية الجدار برافو طيب هنبتدي بقى نخش كده نقول الاول طبعا احنا هنشغل الفيديو بتاع التمرين التاني وهنبتدي نوضح ده عملية فرد المونة خليك معايا كده في الفيديو عملية فرد المونة والسياخ موجودة وبينة واضحة سمك السيخ واحد سنتي بالزبط هو بيفرد المونة ما بين السيخين وبيبتدي تابعا للخيط بيبتدي يوضع القالب وبيترك لحام سنتي في العرموس يعني ما بين القالب والقالب المجاور له لحام سنتي بالزبط تمام كده يا شباب وبينقل للسياخ زي ما انا قلت من شوية وشرحت وقلت انه مش مطلوب مني ان السيخ يكون بطول الجدار لا انا السيخ حسب طوله ببتدي ارحل السيخ وانقله على المدماج وابتدي زي ما انت شايف هو بيعمل كده بيبتدي حط المونة باستخدام المصرين وبيبتدي يفرد المونة بتاعته بحيث تساوي ما بين السيخين اللي هي سمك ايه اللي هي سمك واحد سنتي هو خلص هيخلص كده فرد المونة يبتدي بقى بعد ما فرد المونة كويس جدا خلاص يبتدي يشتغل يفرد خده احنا فهمنا فرد المونة طيب عندنا التمرين هنبتدي نشرحه هو تمرين حائط مستقيم سمك واحد قالب يعني المقاس عندي خمسة وعشرين سنتي وعند الطول مية تسعة وعشرين سنتي خلاص كده انا حضرت الادوات حضرت الادوات والخمات تمام طيب طالما حضرت الادوات والخمات بعمل طبقة المونة اللي هي آآ المرقد اللي حامل المرقد بقدي ايه سمك قدي ايه سو واحد سنتي فقط لغير ادي سمك طبقة المونة عندي واحد سنتي تمام يا شباب طيب بعدما عملت سمك طبقة المونة اللي هي واحد سنتي كده جاهزة لاستقبال الترويسة اللي هو قالب الترويسة اللي هو القالب الاول بالنسباني ببتدي اخد قالب الترويسة في النصية الشمال وببتدي اركب اسبت قالب الترويسة نفس الحكاية في الجانب اليمين ببتدي اسبت قالب الترويسة في النحية اليمين طيب هنلاحظ ايه بقى نلاحظ ان انا لازم اجيب الادة والميزان تمام هو بيبتدي يجيب لي الادة والميزان اهو وبيبتدي يحطهم لي على المستوى الافقي ويوزن لي ما بين الايه ما بين قالبين الترويسة في النحية الافقية والادة وميزان المية بيوزنوني الوضع الافقي بالنسبة لي وبتأكد ان هم موزنين تماما خلاص كده انا مش محتاج الادة والايه والميزان تمام طيب طالما انا خلصت الخطوة دي اصبح ان انا ظابط المسافة بالزبط ما بين قالب الترويسة والقالب الترويسة اليمين والشمال ما بينهم بالزبط مسافة مية تسعة وعشرين سنتي. ما ينفعش هنا بيوضح لي ان انا لسه عندي فيه باقي السمك. تمام? طيب. يبقى انا عشان اكمل سمك قالب اللي هو خمسة وعشرين سنتي بابتدي اضيف تاني قالب مجاور لقالب الترويسة. قالب ترويسة اخر بس من الخلف. من الخلف. ما بينهم سنتي لحام عرموس. بص اهو عمال لي من اليمين وعمال لي من الشمال وبيزبط لي بالزبط مع بعض. ماشيين مع بعض. يبقى القلبين ما بينهم القالب اللي قلنا طبعا ادية وادية من ناحية السمك. ده من ناحية السمك لو انا هعمل السمك يبقى ادية وادية يبقى اربعة وعشرين. وسنتي يبقى خمسة وعشرين. يبقى هو مسافة بالزبط كلين الحائط اللي هو سمك الحائط اللي هو خمسة وعشرين. طب كده هبتدي اشتغل على الوجهة. انا حددت الصم. كده ابتدى يرصلي الاوالب من على الوجهة. طيب مع ترك لحام عرموس صنطي بالزبط. رأي النقطة دي. عشان ما يحصلش خلل عندي. بص كده على الوجهة. هتلاقيه عمال ايه? تراكلي لحام عرموس. بين كل والقالب والقالب المجاور له صنطي بالزبط. جميل جدا. نفس اللي عملوا على الوجهة هيبتدي يكمله على الضهر. لان احنا شغالين بصمك قالب. فيبقى عندي قالب اه شكله من على الوجهة. اللي هو شناوي. في عندي التكملة بتاعة السمك. اه الصف الاخر من ناحية ناحية السمك التاني. يبقى انا عندي بكده كملت السمك كله بالكامل. بصمك قالب خمسة وعشرين سنتي وبطول خمس اوالب. طيب. هيبتدي عايز ابني المدمك التاني. ينفع ابني على طول. لا لازم اجيب العرموس. لحامل رأسي. اهو. حاملها زي ما اتفقنا. باستخدام المصرين. بفرد المونة. ويبتدي ام لكل العرميس اللي هي الرأسية. كل اللحامات العرموس. ابتدي املها. هو كده بيملاني لحامات العرموس. اللي هي من على الوجهة ظهرة. اربع لحامات. تمام كده. طيب. هنخلص مرحلة ملء العرميس. اللي هي الرأسية بالكامل. من اعلى المدمك باستخدام المصرين. واتأكد ان انا ملتها كلها. طيب. انا عايز ابني المدمك التاني. يبقى لازم الاول اجيب السخين. واعمل لحامل مرقد. بص هو دلوقتي بيدور على انه هو يحطلي لحامل مرقد. اللي هو لحامل افقي. طبقة المونة. طبقة المونة الافقية. دي بنسميها لحامل مرقد. تمام كده. هو عملها لي ونفزها لي. تمام جدا. جميل. طيب كده انا جاهز للترويسة بتاعة المدمك التاني. هيبتدي يجيب لي ترويس. هنا هروس ايه بقى انا اشتغلتش النوايات. يبقى هروس ايه اديات. هو بيدور لي على الاديا. تمام. جاب الاديا وزبطها مع النصية. جميل جدا. ايوة لغاية لما يزبطها مع النصية ازبط لازم ازبط مع النصية مزبوط جدا. تمام. لازم بحيس ان انا خط النصية يبقى عندي ما فيهوش خلل. طيب حطيت الترويسة الاديات الترويسة الشمال هبتدي عايزة احط برضو اديات الترويسة اليمين. هبني اديات الترويسة اليمين في الجهة اليمين. بيبقى انا بامشي زي ما عملت ترويسة الشمال هعمل ترويسة يمين. طيب هنا برضو زي ابص زي سامع واحد بيقول لي يا مستر هنجيب الادة ومزان المية ونزبط ما بين الترويستين برافو. كده ايه الناس اهم حاجة تبقى منتبه معي. خلاص خلاص بشيل الادة وبشيل الميزان. وببتدي بقى اه هجيب الكنيزر عشان اعمل مسافة الطاية. قلنا اي اي تا اديات ترويسة بيتبعها ايه كنيزر. طبعا في الحام جميل جدا. في الحام الاول قبل الكنيزر. تمام? بحيث ان انا عندي لازم اراعي عملية اللحامات الرأسية دي مهمة جدا. طيب كده انا عملت اللحام الرأسي. بحضره بحيث ان انا جيب الكنيزر. اللي هو الربع قالب. تعريف الكنيزر قلنا هو ايه قيمته ربع قالب. تمام? وكنيزر ده فايدته ان هو بيوجد لي مسافة الطاية. واضحة ايه بقى بالنسبة لي? اصبح بالنسبة لك اهو انا ركبت كنيزر بعد قادي الترويسة الشمال لازم اركب كنيزر بعد قادي الترويسة اليمين. برافو. كده الموضوع بالنسبة لي اه يعني بقى ماشي سهل جدا. هكمل باقي اللي هو المدماك الثاني. اديات في بالتتابع داخل ايه? داخل المدماك الواحد. لان احنا قلنا التعريف الطريقة الانجليزية. مدماكش النويات والمدماك الثاني له اديات. مع ملاحظة وضع كنيزر بعد قادي الترويسة. كده احنا اراعي ايه بقى? اراعي ان كل ادية اه ادية داخلية للقالب. ما بين الادية والاديا في لحام عرموس. اللي هو ايه? اللي هو سنتي. ببتدي ا اكرر لحام العرموس. بحيس ان انا ما ينفعش احصل اي خلل في اللحمات ما بين الاولي بار الجال. اه لازم ان ننتبه للنقطة دي. ما يبقاش عندي اللحام. ابص ليه في جانب اليمين كبير زيادة عن سنتي. ولحام في الجانب الشمال اقل من سنتي. ده اسمه خلل في البناء. كده هو ماشي معايا بالزبط. قبل ما بيحط اه قلب الادية. في البناء لازم يراعي مسافة اللحام. تمام? ماشيين مع بعض كده واحدة واحدة. ببتدي ان انا اركب القوالب مع ترك مسافة اللحام تماما. كل اللي احنا عملناه في المدمك الاول. والثاني كعملية ضبط هيتكرر الاول هيكون زيه التالت. تمام? زيه الخامس. في الفردي. الثاني هيكون زيه الرابع. زيه السادس. في الزوجي. يبقى انا اهم حاجة عندي المدمكين دول احفظهم كويس جدا لان المدميك الاخرى متكررة حسب اه ازا كان فردي او ازا كان زوجي. هو كده بيبتدي ينقل لي الاوالب الداخلية بالشكل التماسل. هو بيظهر لي ان نفس الشكل انا بامشي زيه بالزبط. بنركب لحامل مرقد سنتي زي ما احنا بقيلين لحامل عرموس سنتي. هو فاضله كده داخل المدمك الواحد فاضله قلبين بس. ويبقى انهى انهالي المدمك الايه? الثاني. فاضل ادية واحدة خلاص بلحامين عرموس. فاضل ادية بلحامين عرموس. هيبتدي يحطيلي الادية الاخيرة. الداخلية. في الداخل يعني داخل المدمك. ويبقى اصبح كده انتهى من المدمك الثاني. تمام? كده اصبح ان انا شغال يهمني اوي ان انا تأكد ان اللحمات العرموس كلها اللي هي اللحمات الرأسية كلها مزبوطة بقيمة واحدة. وما يكونش عندي لحام اكبر من لحام. كده اصبح ان انا ببتدي يا خلاص باخد اللي هو القالب الاخير. يبقى هخش على تكملة المدمك الاخرى. وهنشوف بقى شكل المدمك الاخرى تبعا لشكل المدمك. يعني انا طبعا على البرنامج عشان اوضح لك في عملية التنفيذ. باخد نسخ من القالب. وببتدي بوريك بقى نفس المقاس بالزبط. ببتدي اركب نفس المقاس. كده انا خلصت اه تركيب قوالب المدمك. الثاني وراعي ان انا بس ايه اتأكد من ان اللحمات بتاعتي كلها مليانة. قبل ما اشتغل ايه? المدمك اللي يعلوه. يعني المدمك التالت قبل ما اشتغله ابتدي اتأكد ان اللحمات بتاعتي كلها مليانة. تمام? بحيث ان انا في اخر البناء خالص نفس اللحمات دي هبتدي ان انا اشتغل عليها ان انا اعمل عملية تكحيل. عشان التكحيل الهدف منه زي ما قلنا ان انا احدد شكل اللحمات بقيمة موحدة وبيكون غطصة عن القوالب بحوالي سنتي. كده انا خلص خلصنا المدمك الاول والمدمك الثاني. طيب اتفقنا شباب عشان قبل ما نبتدي نشتغل في المدمك الاخرى اتفقنا بالنسبة لي ان احنا بوزن اتأكد من الضبط الرأسي باستخدام المدمك البسيطة اللي هي واحد واثنين وثلاثة لغاية اربعة ممكن استخدم الرأسي بتاع ميزان المية على اساس ميزان الخيط مش هيديني مسافة مسافة صغيرة. طيب طيب كده احنا بالنسبة لنا هنقول ان التكرار اه بتاع الاول والتاني هيتكرر في عملية الضبط اللي هي الاخرى لغاية لما خلصت المدمك خالص والقالب اللي هي الاخرى نفس الحكاية لغاية لما اوصل للا ايه تكملة بناء الجدار. ده بالنسبة لي تكملة بناء الجدار وبازبط بميزان الخيط. طيب احنا كده الحمد لله اه خدنا اه حائط مستقيم سمك نصف قالب اه بالنسبة للمخرج الاول وخدنا حائط مستقيم اه بسمك قالب برضو بالنسبة للمخرج الاول ان شاء الله في اللقاء القادم بنكمل باقي المخرج الاول اللي هو اه الحوائط المستقيمة. والى اللقاء ان شاء الله في الحلقة القادمة.